السلام عليكم عمر معاكم سياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تدخل في منعطف خطير الكل يعرف المحرك رقم واحد للاقتصاد وأسواق المال هو السياسة حلقة اليوم هنتكلم عن بعض التقييم اللي طلع في الأيام الماضية تقييم من الواشنطن بوس ومن الـ ABC على أداء الرئيس جو بايدن وأيضا المنافس المتوقع لجو بايدن في الانتخابات القادمة أيضا في حلقة اليوم سنصلت المجهر على الإضراب اللي قاعد يسير في أمريكا بسبب ارتفاع الأسعار الإضراب في قطاع السيارات الآن في قطاع جديد خطير جدا قادم وأيضا نتحدث على الإضراب اللي قادم ربما في الحكومة الأمريكية أخبار كثيرة يا جماعة أيضا سنتحدث على أهم حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي فإن شاء الله ستكون حلقة مفيدة مهمة تحضيرية ونبدأ والحزم والسياسة وفكرة جو بايدن الاقتصادية اللي كل كان يتحدث عنها في البيت الأبيض ربما تكون هي أكثر فكرة تسويقية من واقع كانوا يتحدثوا عن كلمة بايدانوميكس وطبعا الرئيس جو بايدن يتجه إلى اتجاهات مختلفة يروح مثلا إلى مصانع السيارات ويتفاخر بوضع الاقتصادي نقدر نقول أنه ربما تقدر الأمور التسويقية تمشي معاك أسبوعين شهر ولكن في النهاية لما تطلع الأرقام والوقاع وتبين أشياء كثيرة جدا طبعا ما تقدر وهذا اللي حيوريكم فيه هذا التقييم اللي من وجهة نظري تقييم مهم نقدر نقول ما يحدث اليوم في فكرة بايدانوميكس إنها ماشية باتجاه خاطئ جدا واليوم الرئيس جو بايدن يدخل منعطف خطير من أقل ما يكون التصويت بالنسبة له أو الريتنجز بالنسبة للرئيس وأكبر منافس بالنسبة له هو الرئيس دونالد ترامب الآن في بولز تطلع وهذه التقييم يطلع في الواشنطن بوس في الام بي سي وغيره طبعا تقول لك إنه يعني شكلها خلاص ربما محسومة بايدن ضد ترامب في الانتخابات القادمة في 24 والشيء الأهم إنه تقرير من اي بي سي يقول لك إنه ترامب يتقدم على جو بايدن بـ 51 مقارنة بـ 42 فالمنافسة بالنسبة لترامب يعني ترامب كل القضايا اللي بتواجه وكل المشاكل اللي بتواجه قاعدة تزيد أرقامه في الانتخابات مقارنة بجو بايدن اللي بيتكلم عنه البايدانوميكس والأمور الاقتصادية إنه الوضع تمام قاعدة تنزل الريتنجز بالنسبة له من الأسباب الرئيسية اللي تواجه يعني ضعف شديد بالنسبة وعدم الرضاء بالنسبة للشارع الأمريكي اللي جو بايدن هي شيئين رئيسيا الأكل و91% من المواطنين في أمريكا بيقولوا إنه يعني غير راضين على ما يحدث من أسعار الأكل أيضاً 87% غير راضين على أسعار القاس والأنرجي في أمريكا وطبعاً الوضع الاقتصادي ككل 74% غير راضي بالنسبة لأداء الرئيس جو بايدن خاصة إنه التضخم بيرتفع بشكل كبير جداً هذه من وجهة نظري ستكون ربما نهاية الرئيس جو بايدن قد تكون بسبب الوضع الاقتصادي وطبعاً نقدر نقول ونأكد مرة أخرى إنه هذه بايدنوميكس كلها فكرة تسويقية فقط أسعار النفط زي ما قلنا من الأسباب الرئيسية اللي بتسبب غضب للشارع 87% يقول لك إنه أسعار النفط شوفوا اليوم أسعار النفط تصل إلى الستة دولار للبرميل خاصة إنه استخدم جميع احتياط النفط استخدم كل كروتو البيت الأبيض ليه خفض أسعار النفط ولكن ما نجحت هذا الخفض كلها ربما تكون بأسبابها الحرب اللي قاعدة تسير في أوكرانيا والضوابط اللي طلبها على النفط الروسي الآن الروسيا بترد على أمريكا وتتخذ قرار من وجهة نظري خطير جداً هتمنع استخدام الديزل وتصدير الديزل للدول ربما الدول الغربية وأمريكا هذا قرار من وجهة نظري يعني سيؤثر بشكل كبير على الحركة التجارية حول العالم لأن الديزل يستخدم فيه السفن وشحن السفن الكارغو يستخدم فيه حتى الشاحنات لما تنتقل من مدينة لمدينة زي دول في أمريكا حتى أحياناً في الطيارات يستخدم الديزل يعني ضعف في الديزل سيشل ربما حركة كبيرة وبنتكلم على أكثر من مليون برميل شوفوا يعني في شهر سبتمبر الآن متوقع 1.5 مليون برميل يتم تخفيضه من روسيا وروسيا طبعاً رقم واحد فيه التصدير بالنسبة للديزل وشوفوا الأكثر المتأثرين ربما يكون أمريكا وطبعاً الدول الأوروبية خفضت الاستخدام ولكن شوفوا في الفترة القادمة كل هذه الأسعار ربما ترتفع بالنسبة للديزل هذه كلها قادمة في الفترة القادمة حتى فيه كثير من البنوك الاستثمارية بتتكلم أنه زي جي بي مورغين وغولدمن ساكس أتحدث أنه أسعار النفط سترتفع في الفترة القادمة لأكثر من 100 دولار للبرميل فإنت عندك أسعار بترول مرتفعة وأسعار الديزل كمان مرتفعة كل هذه سترفع أسعار المنتجات غير أنه عندك مشكلة الإضراب في قطاع السيارات وتعرف قطاع السيارات يواجه مشكلة كبيرة جداً يطلب الموظفين تحت منظمة اليونين اليو اي دابليو برواتب زيادة ما يقارب الـ 40% طبعاً الآن لسا الخلاف يعني ما زال مستمر وبدأ الإضراب يستمر لأكثر من 10 أيام الآن تعرف قطاع السيارات أيضاً عنده مشكلة كبيرة لأنه في مرحلة انتقالية مع السيارات الكهربائية المنافسة الكبيرة اللي حيصير فيها من ناحية الشركات الأخرى وغير شركات السيارات الكهربائية زي تسلا اللي ما هي تحت اليونينز الآن طبعاً يعني بدأ ينتشر هذه المشكلة إلى قطاعات مختلفة غير أنه شيء مهم جداً في قطاع السيارات أنه الهوامش الربحية في هذا القطاع ليست بالهوامش العالية فلما تيجي تطلب أرقام كبيرة كل هذه ستتأثر بها في قطاع السيارات والمنافسة للسيارات الأمريكية ستتأثر الآن بنتكلم عن انتشار هذا الإضراب في قطاعات أخرى الآن شركة كايزر اللي هي تعتبر من أكبر شركات في قطاع الصحة عندها أكثر من 39 مستشفى وأكثر من 700 مركز صحي عندها موظفين بأكثر من 350 ألف موظف تخيلوا الآن بيقولوا إذا نهاية الشهر هيبدأوا الإضراب وهذا قطاع وهذه الشركة طبعاً لازم تعرفوا أنها ليست ربحية تقولك في 75 ألف دكتور وممرضة قد يبدأوا مرحلة الإضراب صراحة شيء محزن لأنه الدكاترة والممرضين من أكثر الناس اللي مفروض يكون رواتب من أكثر العمل يعني اللي تقدروا تقولوا يعني لازم يكونوا يكرموا هذول الناس وليس يعني في مأزق بالأسعار المرتفعة تمنى يصير فيها حل أن هذه ستؤثر على مرضى كثير ولكن منعطف خطير لما تيجي شركات الصحة الغير ربحية أيضاً بيعني تبغى يعني تقول لك أن الموظفين احنا ما نقدر نعيش بهذه الأرقام بهذه الأسعار التضخم في أمريكا يا جماعة مرتفع بشكل كبير جداً مقارنة بالدول الأخرى والآن في حديث آخر عن إضراب للحكومة وهذه ربما مسألة وقت أيضاً يعني الأسابيع القادمة حتى يحدث إضراب فطبعاً الإضراب بالنسبة للحكومة ماذا يحدث موظفين الحكومة ما ياخدوا رواتبهم وهذه أرقام كبيرة أكثر من مليونين موظف حكومي في أمريكا عملية إضراب لهم هذه أيضاً ستؤثر بشكل كبير جداً والأزمة اللي قد تواجه أنه طبعاً لو ننظر إلى التاريخ وعمليات الإضراب هذه دايماً تصير ما قد صارت يعني شوفوا في عام 2019 صارت لمدة 34 يوم والأسواق ارتفعت تقريباً 9% حتى في عام 2018 لمدة يومين الأسواق لم تتأثر في عام 2013 صارت 16 يوم والأسواق ارتفعت 2.4 فأقدر أقول لكم ما لها أثر في العادة يعني لو ما زادت بشكل كبير ما لها أثر ولكن احنا في مرحلة مفصلية ليش لأنه في عمليات إضراب كثيرة قادة تصير قطاع السيرات الآن قطاع الصحة الآن حتى الحكومة هذه كلها قد تؤثر بشكل كبير جداً وربما التاريخ لا يكون لي أثر شيء مهم جداً يعني لازم تنظروا إلى العالم ككل العالم فيه تضجر يذكرني تماماً بما حدث في السبعينيات وإن شاء الله سأعمل لكم حلقة مفصلة عن ما حدث في السبعينيات كانت كل ما يصير إيش اليونينز ترفع الرواتب الشركات ترفع الرواتب التضخم يزيد تطلب اليونينز مرة أخرى أنه ترفع الرواتب وهكذا استمرت هذه الآية اليونينز ترفع الرواتب والشركات تقوم ترفع أسعار السيارات وهكذا والدوامة استمرت لمدة عشر سنوات التضخم ما نزل بشكل يعني ملحوظ تماماً وهذا اللي قاعد يصير يعني اليوم تم حل مشكلة يقولوا فيه اتفاق بين كتاب هوليوود ويعني خلاص السترايك في هوليوود انتهى ويعني بدأوا يعطيهم زيادة في الرواتب يعطيهم حتى مشاركة في الأرباح فقد أنحلت هذه المشكلة ولكن لازم تعرف الشيء في هوليوود الهوامش الربحية بالنسبة لها مرتفعة أكثر من قطاع السيارات يعني بنتكلم في هوليوود زي شركات نتفليكس ديزني أمازون برايم وغيرها كلها الهوامش الربحية أكثر من 20% 18-19% لو ننظر مثلاً قطاع السيارات الهوامش الربحية 7% فتأكدوا إيش اللي حيصير هذا الإضراب اللي صار والاتفاق اللي صار حتيجي شركات زي نتفليكس وغيرها تبدأ ترفع الأسعار في الفترة القادمة شركات التلفزيونات أيضاً هترفع Warner Brothers وغيرها أسعار السينما هترتفع أسعار وهكذا هذي حتصير الدوامة نفس الشيء في السيارات إذا عملوا اتفاق زادت الرواتب مثلاً 30% هذي كلها حتأثر على أرباح السيارات فإيش حتيجي تقول هنرفع أسعار السيارات والمستهلك في النهاية هو اللي حيكون في مأزق قادم فهذه كده باختصارش اللي قاعد يصير في أمريكا أقدر أقول وأقدر أجزم أنه المستهلك في أمريكا قادم إلى مرحلة غير جيدة والعالم ككل التضخم شكله ما حينزل لأنه اليونينز قاعدة تطلب رواتب وهذا حق مشروع لهم للناس وطبعاً هتبدأ تزيد أسعار المنتجات في حال أيضاً تم حل في أيضاً ما تم حل هذه المشاكل فأيضاً حيصير عندك مشكلة كبيرة في أرباح الشركات لو ننظر إلى الأسبوع الماضي فجميع المؤشرات كان نزول شديد بالنسبة للأشواق الناس ذاك نزل تقريباً 3.8 الـ S&P 3% لو نشوف القطاعات كلها كانت بالسلبي الدفاعيات كان أقل الخاسرين النفط أيضاً كان على نزول ولو ننظر إلى الكونسيومرز والمستهلك يعني منتجات الاستهلاكية الغير الزمية أكثر الخاسرين وأقدر أقول لكم فيه توقع واضح أنه اللي كان شايل السوق في بداية العام هو المستهلك الآن المستهلك في مشكلة الـ Business to Business في مشكلة من بداية العام الـ B2B في مشكلة كبيرة الآن الـ B2C أيضاً قد يتجه إلى مأزق لو ننظر إلى الـ Heat Map الأسبوع الماضي فتقريباً كل شيء كان بالأحمر Microsoft الميجا 7 كانت كلها نازلة تسلا تقريباً 10% مع العلم أنه تسلا ما بتتأثر بموضوع اليونيونز ولكن نزلت نزول شديد لذلك فيه كثير ناس لما تعتقد أنه مثلاً تبدأ تفكر في أسواق المال بطريقة One Layer سمعنا تصريح سمعنا تصريح بوريكم نقطة مهمة سمعنا تصريح من جي بي مورغن 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 صحيح قالوا أنه عملوا أبغريد لتسلا إلى 400 دولار طيب ويجوا كثير من الناس اللي يفكروا بليفل One Thinking يجي يقول لك أوكي رفعوا مورغن ستانلي غير أنه فيه إضراب وتسلا ما هي تحت اليونيون فعلى الأغلب تسلا هترتفع وهذا بكل تأكيد ما هي طريقة الاستثمار في النهاية لو تنظر تنظر إلى المستهلك ككل المستهلك في مرحلة نزول شوفوا أمازون ليش نازلة لأنه المستهلك في مرحلة نزول صار فيه من وجهة نظري الآن بعض الفرص القادمة بدأت تتضح صورتها خاصة في قطاع المنتجات الاستهلاكية الغير الزامية شايفين هوم ديبو نازل نزول شديد نايكي أيضا ما زلت متحفظ ما أبغى استثمر فيهم هذه الشركات اللي في قطاع المنتجات الاستهلاكية الغير الزامية لأنني أنا أعتقد أنه الأسابيع القادمة قد نشهد فيها نزول ليش؟ لأنه لو ننظر إلى المؤشر اليوم طبعا في شهر أغسط إحنا نزلنا إلى الـ 4,320 هذا مؤشر الـ S&P 500 الآن كسرنا هذا الحاجز فإحنا نقدر نقول سرنا في مرحلة لو ننظر إلى الـ 50-day moving average كسرنا كسرنا حتى الـ 100-day moving average ما زلنا بعيدين عن الـ 150 والـ 200 moving average اللي باللون الأحمر ولكن لو تنظر إلى شيء مهم جدا الـ short term trend بالنسبة للأسواق باللون الأزرق الـ 50-day moving average زي ما يتوا شايفين نازل وكسرنا الـ lower lows خلينا نشوف هذا الأسبوع من وجهة نظري هل هنرجع نرتد مرة أخرى ولا هنستمر ونصل إلى الـ 150 moving average خلينا نشوف الأيام القادمة من وجهة نظري ليست هي فترة لاتخاذ قرار حتى للناس اللي بتضارف الأسواق ليس هي فترة اتخاذ دخول أو خروج إذا شفتم كسر الحاجز وبدأنا ننزل فهي فرصة من وجهة نظري لـ short للماركت إذا شفنا أنه يعني صار فيه ارتفاع بالنسبة للأسواق فهي مرحلة يعني الحذر مهم جدا لأنه إحنا في نقطة مفصلية بالنسبة للـ lower lows إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم اللي يحب يتعلم أكثر عن أمور الاستثمار عندنا دورة شخصية تقدروا تشتركوا وطبعا أشكركم لجميع الأصدقاء اللي دعموا القناة شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء